لما تبقى كل كمية العيش اللي قدامنا دي ونصف كيلو دقيق يبقى طبعاً وأكيد البيتي لازم يكسب وطبعاً هنعمله بدون فرن هنسوي في الطاصة على البتاجاز فعلاً بقى يا جماعة وحقاً البيتي دايماً أفضل وأنضف يلا بنا نشوف عمالنا زي بس ياريت في الأول ما تبخلوش علينا باللايك في الأول خالص كده زي ما احنا شايفين معانا أربع كبيات من الدي وزنهم في حدود 550 جورو تمام؟ هنضف عليهم معلقة كبيرة من الخميرة الفورية وكمان معلقتين كبار من السكر وشوية كده من الملح هنقلب بقى المكونات الجفة مع بعضها كويس وهنجيب كباية ونص من الميا وأهم حاجة الميا لازم تكون دافية معنا علشان بس ايه الخميرة تتفاعل معها ضفنا الميا وهنبدأ بقى اللم العجينة كده معنا لحد ما نحس ان هي خلاص ما عادش محتاجة أي ميا خالص هنضف بقى دلوقت عليها معلقتين كبار من الزيت وبعد كده هنبدأ برضو اللم العجينة كمان شوية وهناخدها بقى على الرخامة ونفضل نعجن فيها كده ايه حوالي 5 دقاية لحد ما بيجيلي كده عجينة طرية مش بتلزق في الإيد هنفضل بس نعجن فيها ما بتاخدش أي وقت خالص يعني يضوبك كده بتلميها شوية وكده خلاص العجينة بتبقى جاهزة معنا ما شاء الله زي ما انتو شايفين العجينة طرية جدا ومش بتلزق في إيدينا هنجب بقى بولة نحط فيها أو هندهن في الأول كده بدهن خفيفة خالص من الزيت وهنحط العجينة وندهن كمان العجينة بشوية من الزيت وهنغطى عليها ونسيبها بقى تتخمر معنا كده لحد ما بيتضاعف معنا حجمها في الوقت ده كده طلعت كده قطعة من الكبدة وطبعا الكبدة مطلعها من الفريزر ما خلتهاش فك كمعية قوي علشان أعرف أقطحها والكبدة دي في حدود نص كيلو تمام أقطحتها في الأول لشريح بالطول وبعد كده بقى هقطحها لمكعبات يكون حجمها وسط مش عايزة يكون حجمها صغير قوي ومش عايزة كمان يكون حجمها كبير أنا عايزةها بالحجم اللي انتو شايفينه هنجهز لها بقى تدبيلة سهلة كده وسريعة فجبت بولة حطيت فيها معلقتين كبار من الزيت وكمان كده حوالي 3 فصوص من التوم وهضيف كمان زي معلقة كبيرة من الصلصة المعلبة وطبعا صلصة معلبة يبقى لازم نضيف رشة من السكر علشان الحمودة بتاعت الطماطم هنزبط بقى شوية ملح شوية فلفل اسود وكمان هنضيف بقى شوية من الكمون على شوية من الكزبرة وهضيف شوية من البابريكا وهنخلطهم قويس مع بعض هنجيب بقى الكبدة ونبدأ نحطها مع التدبيلة الحلوة دي ونبدأ كده معلقتين نبدأ نقلب الكبدة مع التدبيلة بحيث ان الكبدة تتشرب من التدبيلة هنغطي برضو على الكبدة ونسيبها في التلاجة شوية لحد ما بنخلص العيش بتاعنا ونبدأ نجهزه في الاخر خلص هنبدأ بقى ان احنا نسوي الكبدة هي كده جهزة معنا على التسوية طبعا ما شاء الله كان خلاص بعد حوالي ساعة كانت العجينة تخمرت معنا وتضعف معنا حجمها بالشكل اللي انتو شايفينه عجينة مزبوطة بنسبة مية في المية هتطلع معكم في الاخر العيش مزبوط جدا طبعا هناخد بقى العجينة كده وهنبدأ كده نرش كده الرخامة اللي احنا هنشتغل عليها برشة خفيفة خالص من الدي وهنحط العجينة وهبدأ افردها فردة صغيرة كده على شكله مستطيل وبعد كده هقطع بقى ايه القطع بالطول وبعد كده بقطع القطع زغيرة يعني انا هنا قطعت قطعة العجينة دي كلها لاربعة وعشرين قطعة من العجين همسك كل قطعة من العجين وهبدأ كده اقورها على شكل الكورة وطبعا انا هنا القطع يعني اللي انا قطعتها حجمها ومتوسط مش كبيرة وكمان من زغيرة قوي ويرد بقى في الوقت ده لو تنزلوا تحت في الكومنتات وتكتبوا لي بتتابعوني من انهي بلد انتو عارفين انا بحب اشوف كومنتاتكم جدا وبفرح جدا جدا بيها وفعلا بحاول على قد ما اقدر ان انا ارد على اكبر جزء فيها هنا خلاص بعد ما خلصت الاربعة وعشرين قطعة من العجين طبعا غطيت عليهم واول قطعة من العجين كنت يعني شكلتها معي دي اللي انا هبدأ ان انا افردها طبعا بحط كده قطعة العجين في شوية من الضيئ وفي الاول بفردها بأيدي وبعد كده بفردها بالنشابة بس اهم حاجة بقلبها على الناحية التانية وانا بفردها علشان العجينة تتنفخ معنا كويس جدا هناخد بقى العجينة دي هنحطها يا اما على مناديل مطبخ يا اما على ورق مطبخ بحب ان انا احط العجينة على مناديل او ورق علشان لما تيجي تتخمر ما حاولش ان انا ايه امسكها مرة تانية بأدية عشان يعني ايه بصوا يعني بحاول اتجنب اي فشل ان العيش ما ينجحش معي خلاص كده طبعا انا خلصت الكمية كلها وفردتها اهم حاجة لازم نسيب العجينة تتخمر معنا مرة تانية يعني بعد ما بنخلص فرد كل كمية العيش بنغطي بقى على العيش كده ونسيب يتخمر معنا مرة تانية حاولي ساعة لحد ما حاجبه يتضعف معنا بالشكل اللي انتو شايفينه دي كمان خطوة مهمة جدا لنجاح العيش معنا تعالوا بقى قولكم هنسويه ازاي طبعا احنا هنسويه في الطاصة على البوتجاز بدون فرن خالص وان شاء الله العيش كله من اول واخر وهيتنفخ معنا كله طبعا لازم الطاصة تكون سخنة جدا قبل ما بنيجي نحط العيش فيها والنار بتكون وسط بنحط بقى زي ما انتو شايفين كده الرغيف بتاع العيش وزي ما انتو شايفين كمان بحطه بالمنديل يعني علشان اتجنب ان انا ملمست العجينة خالص باديا تعالوا كده هقولكم بنعمل ايه طبعا ده الرغيف الاول هشرح لكم تاني على الرغيف التاني تمام؟ اهو زي ما انتو شايفين بحط كده العيش ويدوبك سويني بنلاقي ان هو بدأ يتنفخ معانا بالشكل ده بنحط عليه بس المعلقة اه على العيش بشكل يعني ايه خفيف علشان ندمر ان هو يتنفخ معانا بقية العجينة على طول بنقلبه على الناحية التانية وزي ما انتو شايفين بنلاقيه كمان اتنفخ معانا جدا على الناحية التانية طبعا كل الكمية دي ما بتاخدش في التصوية اي وقت نهائي في دقايق بتكوني مخلصها حتى لو انت عاملة عشرة كيلو من دي بتخلصيهم في منتهى السهولة تعالوا بقى نسوي الكبدة بنجيب صنية على النار نحط فيها شوية من الزيت عليها كده معلقة صغيرة من الليها الدوني بتفرق جدا 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 في الطعم وفي الريحة هقلبها كده شوية وبعد كده بقى طبعا جبنا الكبدة بعد ما اتتبلت معانا شوية وهنا بقى النار لازم تكون عالية معانا جدا علشان الكبدة ما تنزلش المياه بتاعتها وتنشف معانا طبعا حطينا الكبدة على نار عالية هنسيبها كده لحد ما تبدأ تاخد لون من تحت واول لما تاخد لون من تحت على طول بنقلبها على الناحية التانية خلاص كده هنضيف دلوقت شوية اضافات زغيرة خالص لان انا بحب الكبدة دي ما اضيفش عليها يعني حاجات كتيرة فكل اللي هنضيفه فلفل احمر حراء متقطع لقطع زغيرة وهضيف كمان فلفل اغضر متقطع لقطع زغيرة هنديهم كده تقليبة مع بعض ويدوبك 3-4 دقايق على النار وهنطفي على طول على الكبدة بس هنا بقى هنخلي النار وسط علشان بس ايه اضمن ان الكبدة ايه ما تتحرقش معنا والطوص يعني تتحرق معنا كده خلاص الكبدة بقت جاهزة معايا مش قادرة اقول لكم على ريحتها بجد اللي يضاني بتفرق جدا في ريحة الكبدة تعالوا بقى طبعا كده نجيب العيش ونفتحه شايفيني العيش بتاعنا عامل زي طحفة مظبوط جدا 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 والطريقة دي فعلا هتبهرك طبعا حطيت بقى في كده الكبدة وحطيت كده كم شريحة من الخاصة على الطماطم بصراحة كانت اكلة جميلة ومشبعة اوي 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 عايزة بقى افرقكم ووريكم على جمال العيش بتاعنا العيش يا جماعة معانا ما شاء الله زي منتو شايفين ما فيش رغيف واحد اسمه ما تنفخش معانا العيش كله تنفخ معانا بالشكل ده وطبعا مظبوط جدا 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 وعايزة اقول لكم ان مهما يكون العيش برا انا شايفة ان العيش اللي احنا بنعمله في البيت بيبقى انضف واوفر وطعم وكده بيبقى فيه كده زي رحة البيت بيبقى طعم ومميز وجميل جدا تعالوا كمان نفتح مع بعض على العيش شايفين من جوا عامل ازاي زي منتو شايفين الوصفة نجحة بنسبة مية في المية ولو انت حسيتين انت استفدت بأي معلومة يا ريس ما تبخليش علينا باللايك وتسيب لنا تعليق حلو وعايزة بقى كومنتات كلها يا جماعة مفيش فا غير تسلم ايديك يا موليلي لايك بقى لو عجبكم الفيديو وربنا يحسن ما بين ايديكم وبالفة هنا وشفا وكل سنة طبعا انتو طيبين وتتعادى علينا وعليكم الايام بكل خير